السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعين الأعزاء وينما كنتوا تتابعون على شاشة قناة الفجيرة وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنوعة من برنامجكم اليومي الفجيرة تجمعنا ومثل ما عودناكم مشاهدين بأن ننسلط الضوء على كافة المسجدات المحلية داخل إمارة الفجيرة وخارجها وفي حلقة اليوم سنستعرض لكم مجموعة من المواضيع أهمها مبادرة برواز الشباب حيث جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للشباب والذي صادف يوم الثاني عشر من الشهر الجاري هذه المبادرة التي أطلقها مجلس شباب ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان كما سنبحر مع الكاتب والباحث في التراث الإماراتي جميع الضنحاني والذي له شغف كبير في البحث في طبيعة الفجيرة وما تحويه أيضا من ثروات طبيعية وتوثيق التراث الإماراتي فيها ونشر كل ما يتعلق بالحركة الثقافية والتراثية خاصة في إمارة الفجيرة مشاهدين هذا بالإضافة إلى العديد من المواضيع والتقارير المنوعة في حلقتنا بهذا المساء فيعد طبعا موضوع الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم حيث أرسل مغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه رؤية شكلت حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في دولتنا الحبيبة واللي ركز من خلالها وبشكل كبير على التعليم وتمكين أيضا البناء المجتمعي المستدام حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها حتى اليوم نموذجا متميزا في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد وكان مغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه قائدا عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي وترك بصنات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه وعلى رؤيته طيب الله ثراه ومن هذا المنطلق مشاهدينا نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة بعنوان الاستدامة في نهج زايد مشاهدينا للحديث أكثر عن هذه المحاضرة في فقرة إماراتنا نعم مشاهدينا رحبوا يا أي بالدكتورة حسنية العلي وهي مستشار برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية حياك الله ويانا الدكتورة حياك الله أستاذ علي الله يسلم أنك مشارفتني منورتني في الاستيديو اليوم أنا سعيد أيضا بوجودي معاكم في تلفزيون الفجارة القناة العزيزة علينا دائما الله يسلمك وإحنا أسعد بلا شك الله يحمق الله يسلمك يعطيك العافية أكيد دكتورة كيف عبر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان عن نهيان طيب الله ثراه عن أهمية الاستدامة في نهجه ومسيرته كقائد ومؤسس لدولتنا الحبيبة الشيخ زايد بداية قبل ما نتكلم عن اهتمامه في مجال الاستدامة وهو موضوع حديث من الموضوعات الحديثة جدا يعني المغفور له كانت عنده رؤية عظيمة وله أثر كبير في تغيير مسيرة خلنا نقول مش بس دولة الإمارات المنطقة ككل كانت لشخصية الشيخ زايد ويعني خروجه من مناخ ثقافي وحضاري وإنساني إسهامات وأثر في تكوين شخصية أولا الشيخ زايد الشيخ زايد تأثرت شخصيته وأصبحت متأثرة بفكر الاستدامة من خلال عدة عوامل أثرت على تكوين شخصيته خلنا نقول أول شيء عامل للوراثة اللي يرجع نسبة إلى قبيلة بنياس والي يعتبر الحلف الأكبر والأشهر في المنطقة وفق الوثائق البريطانية أيضا رجوع نسبة وتأثرة بجد الكبير زايد الأول أو زايد الكبير زايد بن خليفة وما تسمتها في هذه الشخصية من سمات يعني تأثر فيها الشيخ زايد سواء قدرته على السلم والسلام والصلح ما بين القبائل والقوة وهذه الأمور كلها يحتاجها القائد الفذ في اتباع مسيرة الاستدامة في أهدافها السبع عشر المختلفة أيضا الشيخ زايد في عامل كانت هناك أوامل بيئية أثرت على تكوين شخصيته هذا الآمل البيئي كان يرجع إلى وجوده في الصحراء وتعرف طبيعة الصحراء قليلة وشحيحة في الموارد والشحب الموارد يجعل الإنسان يقدر النعم ويحس بقيمة الماء وقيمة الزرع وقيمة الأمور هذه فيظل الإنسان دائما يحافظ على ما يتمتلك الأرض من موارد ويتعلق فيها تعلق شديد أيضا البيئة الصحراوية جعلت البدوية جعلت منهم التأمل والفزعة والمجالس التي كانت فيها هي منطقة الثقافات وتبادل الفكر الثقافي الذي يعزز عند الشيخ زايد هذه المفاهيم في أن المجتمعات لازم تكون متكاملة متحالفة يسودها السلم والتسامح لأن أهداف التنمية المستدامة تشمل العديد من الجوانب والمحاور طبعا أيضا الظروف القاسية التي مرت بالمنطقة من ظروف سياسية وأزمات اقتصادية ساهمت أيضا في تشكيل فكر الشيخ زايد هذا التشكيل اللي عزز عنده وكون عنده أهمية الفكر المستدام سواء بالاهتمام البيئي أو بالمجالات الأخرى من الاستدامة كانت هي الأساس اللي خلنا نقول رسمة الخطوات الأولى نحو الفكر المستدام للشيخ زايد في نهجة طيب الله ثراه الله يرحمه طبعا كان صاحب قيم ومبادئ بلا شك فياريت شوي أن صلت الضوء دكتورة على القيم والمبادئ اللي دعا لها الشيخ زايد طيب الله ثراه فيما يتعلق في الحفاظ على موارد البيئة وتحقيق أيضا التنمية المستدامة والتي كان ينشد لها دائما إذا ينع على مفهوم التنمية المستدامة فتنمية المستدامة هو مفهوم اجتماعي اقتصادي الغرض منه أن نحن نضمن الحفاظ على الموارد للأجيال الحالية دون المساس بالقدرات للأجيال القادمة احتياجاتها المستقبلية القادمة دون ما المسبي احتياجاتها فالأهداف التنمية المستدامة تعمل على أولا رفع الانتاجية مع تحسين الجودة تعمل على توظيف القدرات الإنسانية والمهارات الموجودة عندهم تعزيز وتوظيف الموارد والقدرات الموارد الطبيعية حتى يحقق الإنسان الاكتفاء الذاتي ويقدر يعتمد على نفسه بدون ما يكون هناك أي تفرقة ما بين عرق أو دين أو لغة أو بغض النظر لأن هذه الأهداف أهداف نبيلة سامية تخدم الإنسانية وتعزيز أيضا سلامة هذه الموارد أكيد بلا شيء فالشيخ زايد من هذا المنطلق باعتبار الرجل الإنسانية عمل بشكل كبير على أولا أن يحسن من مستوى حياة الإنسان تحسين جودة وحياة الإنسان من خلال العمل البيئي لأن أنت في البيئة متى ما اهتميت فيها راح تعطيك هذه الأرض وتراح تعطيك كمردود للإنسان فمثلا خلنا نقول حارب الفقر وهذه واحدة من أهداف التنمية المستدامة عمل على تعزيز التعليم والاهتمام بالصحة مكافحة التفرقة والأوصرية ونبذ الأوصرية ومحو الأمية أيضا وبنى محو الأمية واهتم بالتعليم حتى لما نقول مثلا أول منصب سياسي للشيخ زايد وهو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية عمل على حفر الآبار 18 سنة الشيخ زايد يحفر فلج الصاروج حتى يضمن اكتفاء ذاتي اقتصاد قوي موارد لسكان المنطقة ويحقق لهم الرخاء والاطمأنينة فأول قيمة تحسين جودة الحياة تحسين رفاية الإنسان عند قيمة أخرى من قيم الشيخ زايد والتي كانت أصيلة فيها هي الاهتمام بالأرض واهتمام بالموارد وهذا أيضا تغطي أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر بما يخص بالتغيير المناخي الاهتمام بالبحر اهتمام بالموارد البحرية والموارد المائية وكثير من المبادرات التي قام فيها الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له بما يخص الاهتمام بالبيئة جعلت منها رجل الأرض وبطل الأرض وهذه الإنجازات كانت عظيمة على مستوى المحلي والآلمي وتركت مشاريع خلنا نقول ضخمة ويعني خلنا نقول هي رائدة في مجال الاهتمام بالبيئة ما زال يشار إليها البنان في تاريخنا حتى اليوم أحد القيم الأخرى بالنسبة للشيخ زايد أيضا فيما يخص بالتنمية المستدامة والاهتمام بالارث الثقافي والارث الثقافي دائما هو شكل من أشكال الاستدامة الثقافية وإحنا نلاحظ أن الشيخ زايد دائما يوازد ما بين الحداثة وما بين التقاليد دائما يذكر ويحرص على أن من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل ولا مستقبل أيضا لأن هذه الرؤية عظيمة لأننا نبني مستقبلنا وحياتنا بناء على ما تعلمناه من تجارب وكوناه من حصيلة معرفة من خلال هذه التجارب اللي مرينا فيها واهتمام المغفور للشيخ زايد الله يرحمه بي الموروط الثقافي الآن أصبح صنعة الآلم الآن يصنع من الثقافة اقتصاد وهذا دليل على أيضا رؤية عظيمة للشيخ زايد أن الثقافة تدخل في بناء اقتصاد وتساهم في تعزيز السياحة في الصناعات اليدوية المبتكرة اللي الحين تأخذ شكل من أشكال شو القوة الاقتصادية للدول نعم ويمكن آخر شيء أبا أضيفه من القيم هو قيم السلم والتضامن والتعاون واللي مثل الشيخ زايد في اتحاد دولة الإمارات كقيمة عظمى للإستدامة في استدامة الوطن من خلال بناءه للإنسان اللي قادر يحافظ على هذا الكيان حتى تاريخ هذا الوقت ونحن طموحنا إن شاء الله يظل هذا الاتحاد قائم ويكون علم يعني درس للآلم ككل إن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية أكيد دكتور نحن كاملين نيواتش ولكن نروح فاصل غصير شوي أكيد راجعي اللي جناع مشاهدينا فاصل غصير إن شاء الله وراجعي نعم مشاهدينا أهلا بكم من جديد مكملين وياكم طبعا ومستمرين مع الدكتورة حسنية العلي وهي المستشار برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية أهلا وسهلا فيك من جديد دكتورة لن وسهلا فيك حياتي الله الله يسلم دكتورة يعني إحنا قبل الفاصل أيضا تكلمنا عن الحفاظ والمبادئ والقيم اللي كان يوليها اهتمام كبير طيب الله ترى الشيخ زايد بن سلطان اليوم إحنا نبغي أيضا نشوف كيف نجح الشيخ زايد رحمة الله عليه في تعزيز التوازن بين احترام التقاليد والتراث وبين أيضا تبني تكنولوجيا متقدمة لتحقيق الأهداف المستدامة اللي كان هو دائما يطمح لها سؤال جميل لأن الشيخ زايد في فكرة كان دائما يحقق التوازن لأنه نحن قلنا أنه يعني من أحد قيم الشيخ زايد فيه للسدامة هو التوازن ما بين الحداثة والتقاليد خلنا ناخد مثال ممكن نستطع عليه هذا المفهوم ونقدر نتخيل كيف كان هذا التحقيق نحن عندنا من أحد الهوايات أو الرياضات التراثية السقارة وهذه هواية تتطلب صيد الحبارة وأيضا الصقور نعم وفي فكرة الشيخ زايد كان عنده نظرة سباقة أنه كيف أنا أقدر أحافظ على هذه الرياضة وأيضا أحافظ على التوازن البيئي بناحية مثلا طيور الحبارة أنه ما يختل ما تنقرض ما تنقرض ويقل عددها في الطبيعة فبشكل مسبق عمل على أن يكون هناك مركز لإكثار وزيادة طيور الحبارة الحبارة الآسيوية في 1977 أنشأ هذا المركز على إكثار وزيادة طيور الحبارة فكان ينتج 10 ألاف طائر يطلقهم في الطبيعة حتى يعوض ما يتم من ممارسات خلال ممارسة هواية الصقارة أيضا اهتم بالصقر نفسه يعني اهتم بالطير واهتم بالطريدة من خلال إنشاء مستشفيات مراكز بحثية مراكز تطوير ويعد مثلا مستشفى الصقورة عندنا في بطبي أحد أكبر وأحدث المستشفيات في العالم فهذا التوازن ما بين الحداثة وما بين التقاليد ما بين احتياجات المجتمعية وما بين أهداف التنمية المستدامة هذا شكل من أشكال اللي كان يتبعها الشيخ زايد في عمله دائما لو نلاحظ أن الشيخ زايد دائما سباقي يعني نحن لما نطالع في الوثائق في 1966 أنشأ الشيخ زايد هيئة كالرفق بالحيوان في 66 هذه الهيئة أنشأها ليش؟ لأن الشيخ زايد الله يرحمه يغفر له لاحظ قلة عدد البهل العربي وهذا يعني هذا يعتبر حيوان من الحيوانات المهمة في المنطقة والنادرة أيضا والنادرة فوضع القوانين اللي تمنع صيدها الجائر وعمل على أكثارها وساهمت جهود العظيمة في أنه يغير ويحسن موقع المهل العربي في قائمة الحمراء للسجل للحيوانات والطبيعة العالمي من المهددة بالانقراض إلى المعرضة للانقراض وهذا يعتبر تحسن في عدد المهة وطلعت من دائرة الخطر بسبب جهود الشيخ زايد وما زالت هذه الأمور قائمة ليش؟ لأنه هو فكر متكامل وليس مثلا خلنا نقول لحظي ومشروع مؤقت وينتهي يبديه في الستينات ويتكمل ونحصة نتائجها حتى اليوم رحمة الله عليك الله يرحمه دكتورة كان يحبنا كان يحب شعب العمارة نعم ويعني من كثر ما هو كان يحب شعبه الله يغافر له كان مستعد يسوي أي شيء لراحة شعبه صحيح ولمستقبلهم جدام قال حتى يعني على أساس أن اليوم أنا وياهم بكرة ما راح أكون وياهم صحيح بعد أسوي لهم شوفي رحمة الله عليه تفكيره وين وفعلا كان نظرته وكل تفكيره السابق اللي احنا كنا نشوفه لهذا اليوم احنا اليوم نعيش في رغد دكتورة ونعيش في نعيم اللهم وهذا الاستدامة في فكرة ما كان اهتمام مؤقت ولحظي لا 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 أبدا حط البنية التحتية الكاملة اللي يحتاجها الإنسان ورفاهيته وصحته وتعليمه وسكنه واستقراره ككل أساس يضمن أن هذا يظل ممتد ودائم وعلى هذا الأساس اتحاد دولة المرات ناجح لأن زرع فينا حب هذا الاتحاد وطلعنا وشفنا نتائج هذا الحب نحن ككل يعني هذا اللقاء يدار في الفجيرة والمتحدث من أبوظبي فأنت تشوف وحدة هذا الكيان العظيم صدقتي في هذه النقطة تحديدا دكتورة اللهم ملك الحمد الله ملك الحمد شعب متلاحم الحمد لله ما عنده أفجير أبوظبي العين صحيح صحيح حببنا في بعض ووحدنا وخلانا أسرة وحدة يعني اللهم مسميات الإمارات فقط لحدود الإمارات صحيح أول ما طلع في إمارة ضبابي يعني بدأ بمشروع الخطة الخمسية يعني في سنة 1967 كانت ميزانية المشاريع البنية التحتية في الإمارة 37 مليون السنة اللي بعدها 82 مليون ليش؟ لأنه يبغي يعني الاقتصاد الاستدام الاقتصادي يحتاجه تضخ أموال على أساس تقدر لازم تعطي عشان تأخذ هو أعطانا حب فأخذ الحب هو أعطانا اهتمام فأخذ الاهتمام هو أعطانا ولا فالناس مواليتنا وتحبه وتستفقده وعايش بيننا لين اليوم؟ ليش؟ لأن هذا الاستدامة فيه يعني استدامة فلسفية حتى يعني يمكن كتب الكتب والأبحاث ما أخذت هذه المفاهيم الحقيقية في استدامة هذا الحب وهذا العشق لهذه الشخصية نحن لين اليوم نحبه؟ كأنه موجود بيننا لين اليوم عيالنا وإحفادنا يذكرونا وامتداد الحمد لله في عيال الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول عمر رئيس الدولة هذا الامتداد ليش؟ لأنه ربه ويكمل ويسيكمل مسيرة الباني للمؤسس الله يرحمه ويغفر الله إن شاء الله الله يرحمه ويغفر الله طيب كيف تم تطبيق أيضا دكتورة مفاهيم الاستدامة اللي يرسمها رحمة الله عليه الشيخ زايد على مستوى السياسات والبرامج أيضا الحكومية في الإمارات حاليا؟ شوف يعني بدرت أي مشروع تأسيسه كان الشيخ زايد حتى لو نحن نكون نتكلم عن الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة كان اهتمام الشيخ زايد في الطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة الرياحة هذه كانت كلها موجودة حتى زيارته الأولى لفرنسا مع تأسيس دولة الإمارات كان البحث في مجالات الطاقة النظيفة يعني كان هو حجر الأساس في هذا المجال المحميات نحن بدأ في محميات في الوثبة محميات للفلامينغو محميات للمهة لكن حين في دولة الإمارات نحن عندنا 15.5% من أراضي دولة تعتبر محميات طبيعية بقية إمارات الدولة تمشي على هذا المهج وتحفظ الثروات والحياة المائية والبحرية في الدولة هذه المبادرات جعلت من الشيخ زايد مثلا بطل الأرض حصل على جوائز من منظمات عالمية في الفاو جائزة الكرسي العربية توقع شيء من الجوائز المميزة في اليونسكو كل هذا أرث للشيخ زايد اللي حقه اللي قدرنا من خلاله نحن ننصح نطلع بمشاريع متميزة مثلا كوب 28 هذا حصات أرث كوب 28 نحن الحين في نوفمبر ديسمبر راح نشاء الله يستضيب دولة الإمارات هذه الفعاليات القمة العالمية القمة العالمية في إكسبوت بي هذا أرث الشيخ زايد هذه حصيلة هذا الأرث وهذه الثقافة اللي زرعها الشيخ زايد مشاريع كثيرة براك كانت نتيجة ما قدم الشيخ زايد من وكل القوانين اللي وضعها الشيخ زايد ما زال الأمل فيها حتى اليوم نحن ما نقدر نقطع الشجرة لينا الحين نحن اللف واللي تطلع اللفة بيتها الشيرة لازم يشيلها ويزرعها ما يقطعها يعني بعض الممارسات حتى الناس كشعب أصبحوا يحبونها وعشقوا الزراعة بشكل أو بآخر لأنه لقوا أرضهم أرض خضرة فكل واحد يبغي يكون أيضا بيته بيت أخضر وفريجة فريجة أخضر فأثر في هذا على ممارساتنا نحن كأفراد أيضا خارج الإطار العمل الحكومي نعم طيب الله تراه الله يحمد ويا جمال اليوم الفقرة ويا جمال الحلقة بهالطاري العزيز على قلوبنا واللي عمرنا لا راح ننسى لا نحن ولا عيالنا ولا عيال عيالنا ولا حتى أجيالنا القادمة صحيح لأن شخصية لا تنسى ولا تمحى أبدا من الوجدان حقيقة طيب الله تراه أنت أسعتيني اليوم بتواجد وأسعتيني أكثر بالحديث عن شخصية عظيمة الله يسعدك أنا سعيدة ما في حد في العالم ما يحب هذه الشخصية أكيد حقيقة والله لو تسأل الحصة يمكن ينطق ويقولك نعم نحب الشيخ زايد رحمة الله عليه الله يرحمه الدكتورة حسنية محمد العليم السشار برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية شكرا جزيلا لك سيدة الفاضلة على تواجدت معايا اليوم الله يحفظك شكرا لكم وشكرا لإهتمامكم الله يحفظك الله يسعدكم مشاهدين الكرام وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظها الله شهد السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله حفل ختام الدورة الصيفية السنوية لطلبة وطالبات المدارس أجيال الشرطة في نسختها الثامنة عشر للطلاب والرابعة للطالبات وأكد سموه على دور البرامج والأنشطة الثقافية والمجتمعية في تمكين الكوادر البشرية خاصة جيل الشباب والناشئة وتطوير أيضا قدراتهم وتعزيز وعيهم الإنساني والمجتمعي وجاء ذلك بتنظيم القيادة العامة لشرطة الفجيرة في قاعة البيت متوح نشاهدين مزيد من التفاصيل نتابعوا يا قناة التقرير اشتركوا في القناة صراحة الدورة كانت ممتازة وتعلمت فيها وائد أشياء تعلمت المشاح والرماية والقيافة والهندام وكيف أن أكون شخص قيادي ونصح كل الطلبة والطالبات أنهم ينضموا إلى هذه الدورة ويستفيدوا وتعلموا شيئا أكثر تفيدهم بمستقبلهم وحياتهم تعملواي تصبح تعملوا استقطع المشاح تعملوا تعملوا شاركة بهد بروفا في تخريج اليوم إن شاء الله بعصمة وبدون عصمة وإن شاء الله نحققها خلال ثلاث ثواني ومنها تعلمنا المشاه وفي تركيب السلاح نسموه قلت ورماية الحرة أشكر القيادة العامة على تاحتي بهذه الفرصة وهي كانت أول مرة أني أرمي فيها في حياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليس له حاضر ولا مستقبل فالتراث إرث الماضي وضرورة الحفاظ عليه واجب على أبناء دولة الإمارات وكما يقال تراثنا غالي علينا ومن بدله طول الزمان ومعنا في اليوم في الستوديو لفجيرة تجمعنا أحد تلك الشخصيات التي عشقت التراث ووثقت وساهمت في نشر الوعي به من خلال العديد من الكتب والإصدارات المنوعة له والذي سنكتشف معه طبيعة إمارة الفجيرة الحديث أكثر مشاهدين في فقرة هنا الفجيرة مشاهدين أرحبوا يا أيب الأستاذ جميع سالم الضنحاني وهو باحث في التراث الإماراتي حياك الله أستاذ جميع ويانا مرحبا بك الله يسلم بداية أستاذ جميع أكيد نبقى نعرف كيف بدأ لديك حب وشغف اكتشاف طبيعة الفجيرة ومعرفة أسرارها أيضا بداية أشكر قناة الفجيرة على الاستضافة وإن شاء الله أنه يكون ضيف خفيفة عليكم وبالفادة إن شاء الله بدايتي من الصغر من ارتباطي في بيتي ومرافقتي لوالدي رحمة الله عليه للمزرعة ومزاولتي بعض الأنشطة الزراعية تولدت لدي العديد حقيقة من المعرفة والشغف في البحث والتقصي في مجال التراث والطبيعة بشكل عام نعم طيب أجمع شو الجوانب والمواضيع اللي جذبتك أكثر وتطرقت لها خلال رحلة بحثك عن هذه عن التراث وعن الطبيعة تطرقت للجانب الاجتماعي الخاص والمرتبط بسلوك الإنسان وتنقله وارتحاله وأيضا انتقاله من منطقه إلى أخرى وترحاله عبر الأزمان مثل ارتباطه الوثيق في المطر وانتقاله على موارد المياه والأماكن الممطورة فهذا كان هو السبب الرئيسي في متابعتي للتوثيق وحفظ وصون التراث خاصة الشفاهي طيب وكونك متخصص طبعا في التراث والطبيعة أهمية جميع البحث في تضاريس إمارة الفجيرة كما تعلم أن إمارة الفجيرة غنية بالتضاريس المتنوعة من البيئة الزراعية إلى البيئة الجبلية البيئة الساحلية وأيضا البيئة البحرية هذا التنوع حقيقة ثري وغني بالثروات الطبيعية التي تحتاج إلى بحث واستكشاف عميق حقيقة نعم طيب جميع حقيقة نحن نشوف ما شاء الله وايدين من عشاق البحث في التراث فاليوم السؤال يطرح نفسه حقيقة ما الجوانب التي يبحث عنها هؤلاء العشاق حسب الرغبة بعض منه يرغب في التراث المادي والبعض يرغب في التراث الشفاهي التراث الشفاهي هو الروايات والحكايات والأشعار والذاكرة الشعبية كل ما قيل شفاهيا هو متعلق في التراث الشفاهي أما المادي هو الأرث التاريخي من قلاع وحصون وهذا أيضا له إسهامات عديدة من خلال إبراز السياحة العالمية لوجهة الفجيرة لأنها تمتلك العديد من المواقع السياحية التراثية من قلاع وحصون تستقطب العديد من السياح حقيقة في المنطقة نعم طيب أنا الصراحة عندي سؤال على الصعيد الشخصي ودائما أفكر فيه دائما يجول في بالي يعني بين فترة وفترة على كثر ما شاء الله التراث اللي عندنا والأمور الأثرية اللي نكتشفها في إمارة الفجيرة تحديدا السؤالي هو هل لازالت إمارة الفجيرة لما أنك أنت باحث وفاهم في الأمور هاي يمكن أكثر عني هل لازالت هناك أمور أثرية ومعدات أثرية خلنا نقول لا زالت موجودة ولكن لم يعثر عليها أحد أم لا نعم على الكثير نعم سواء مادي أو شفاهي من التراث الذي يحتاج إلى البحث والتوثيق والحفظ بعد هذا الاكتشاف أيضا هناك العديد غنية الفجيرة غنية نعم هذا حقيقة يدعو للبحث والتقصة أيضا فرصة بأنك أنت تروح وتبحث أكيد وتشوف وتبحث في تراث إمارتك أكيد وتشوف وتبحث في طبيعة إمارة مثل ما أنت ما شاء الله عليك متمرس في هذه الأمور أكيد جميع أغرب الجوالب حقيقة اللي اكتشفتها أنت خلال يعني بحثك طيلة هذه السنوات في التراث الإماراتي؟ ما هو الغريب اللي حصلت؟ نحن متشوقين نعرف ما هو الغرابة؟ الغريب حقيقة في الفجيرة كان الوعل العربي متواجد في جبال السوادي جبال المنطقة الشرقية بشكل عام وخاصة جبال الفجيرة والجبال المحيطة في دبل الفجيرة كان الوعل العربي متواجد وكانوا أهل المنطقة يصطادوا الوعل في أيام محددة وأيضا مواقع معينة لاستياد الوعل العربي ومن ضمن هذه المواضع موضع سدرة والضاح غرب في وادي سمة غرب جبال السودية هذا المكان كان يجتمع فيه اللي هم يصطادون الوعل العربي ويعزبون إلى يوم يومين يرتحلون يعني يعزبون لشلو نغراضهم وياهم إلى يوم يومين لرحلة القنص هذه المنقناص ويقنصون الوعل العربي نعم كان متواجد وابو كثرة انقرض حاليا منقرض نعم وأيضا هذا اللي هو سدرة والضاح كان علامة بارزة للمقناص لا زالت موجودة لا زالت موجودة نعم وقيل عنها أيضا بعض الأشعار خلوه يدم نضاح بين خشيشه ووضاح والوضاح اللي هو مقصود فيه سدرة والضاح والخشيشه موضع بجانب سدرة والضاح لا زالت موجودة وكان يرتادها القناصة لقنص الوعل العربي وهذه من الأشياء الغريبة والعجيبة حقيقة من خلال بحثي الميداني في مجال التراث طيب جميع شو الفوايد العلمية حقيقة اللي أنت تنتظرها أو اللي أنت تكتسبها أيضا من رحلة البحث عن التراث وعن الطبيعة أيضا الكثير من المعرفة التي يكتسبها حقيقة من سواء من احتكاكي في بيئتي أو أيضا من مقابلتي لكبار المواطنين الرواية الشفاهية وأيضا تطعيمها بالمعطيات العلمية لنظهر بناتج يخدم المنطقة ويخدم القارئ ويستفيد منها القارئ وأيضا يؤرشف لتاريخ وتراث دولة الإمارات ويكون إضافة للمكتبة الأهم أنك أنت تضيف مادة علمية تضاف للمكتبة يستند عليها الباحثين في المستقبل صحيح أنا ما أختلف معاك أكيد ولكن الأمور اللي مثل هذه خاصة تراثية اللي سبق عليها احنا نتكلم من آلاف السنين حتى مش من مئات السنين ولكن ما يجب فعله هو حقيقة هو التأكد من هذه خلنا نقول للآثار اللي موجودة القديمة أو حتى من القصص التراثية القديمة والتي روت للجميع وتم تناقلها عبر الأجيال أكيد لابد اليوم نتأكد من هذا الشيء أكيد فكيف تتم عملية التأكد أيضا من صحة المعلومات اللي يتم جمعها أيضا قبل ما تنشرها لمجتمع أنت مش من الصحيح أبدا أنك أنت تنشر حاجة للمجتمع وهي غلط أو أنت مش متأكد منها وبعدين وين المصادر أو هل هناك مصادر فعلية حقيقية موجودة يستند إليها الباحث جميع لتأكد منها ومن ثم نشرها للمجتمع نعم المصادر هي كبار المواطنين الرواية الشفاهية وإذا أردت أن تتأكد من المعلومة ترجع لأكثر من راوي وراوي ثنين أو ثلاثة للتأكد ومراجعة المعلومة وبعد التيقن توثيقها وأيضا يرجح الباحث من خلال الرواية الشفاهية يرجح ويحلل أيضا المعلومة بناء على تحليله الشخصي من خلال خبرته في ميدان العمل وأيضا ميدان البحث الميداني في مجال التراث وهي مجال عام أيضا يكتسب خبرات في هذا المجال طيب جميع أنت ما شاء الله عليك بعد قدمت العديد من الدورات والمحاضرات التي تختص بالتراث الإماراتي أكيد ولكن السؤال ماذا عن دور هذه المحاضرات والدورات في تعزيز الهوية الوطنية التوعوية وتغرس القيم والمبادئ وتترسخ أيضا في الأجيال الناشئة حاليا سهولة إيصالها لشرائح المجتمع بشكل عام وأيضا للعالم أجمع فهي خدمة شريحة كبيرة حقيقة وهذا الوقت الحالي في العصر الحالي هي السائدة حقيقة نعم طيب اليوم وعلى أطاري العصر الحالي العصر المتطور العصر التكنولوجي تكنولوجيا نعم نعم اليوم منصات التواصل الاجتماعي ما شاء الله كثيرة فأهمية تواجد منصات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة عن اقتراث الإماراتي نحن الأول قبل كانوا يوم كنا صغاري يعيننا الشيبة والراوي سي كانوا يسمونها الراوي ريال كبير في السنف الحارة موجود ويعد علينا القصص أنه فلان كذا كذا وصار البحر وتوفى هناك ولا صاد مش عارف شو ولا أرقى ليبل ولا قطع الشيرة ولا سوى ولا جتل هذا ولا جتل هذاك من هالأمور مع العلم أنا أشوفه حقيقة على الصعيدي الشخصي أني أنا أقعد واستمع لراوي أفضل من أني أنا أتصفح في النت والله حدث وحدث وحدث أنا ما أختلف معك ولكن إحنا اليوم مجبرا أخاك لا بطل اليوم نحن في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الكل يتحدث بالأرقام والتكنولوجيا المتطورة أكيد فأهمية يعني منصات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة التراث الإماراتي جميع اليوم مهمة حقيقة لإيصال المعلومة وأيضا التوضيح من خلال نشر المعلومة ودقة المعلومة وحاليا الأجيال الحالية ترغب في إيصال المعلومة بالشكل هذا نحن جيلنا كان مثل ما تفضلت يتلقى المعلومة بشكل تلقائي ومباشر أما هم اعتادوا على هذه المنهجية فتخدمهم وتصل إليهم بسهولة وأيضا فيها إيضاح للمعلومة وتترسخ أيضا في المعلومة وأيضا تقدر أنك تتوصل للقيم والمبادئ والعادات والتقاليد ومفهوم الهوية الوطنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تخدمك في هذا المجال الحالي نعم أكيد طيب التحديات جميعا اللي أنت واجهتها أكيد لكل حاجة هناك تحدي وهنا قد تكون أيضا عوائق قلنا نقول واجهتها أنت في رحلة بحثك عن التراث والطبيعة أيضا قلت أرواح حاليا في بعض المواضيع يعني للعودة لهم للتأكد طبعا نعم للتأكد نعم بعض المواضيع يعني اللي كان مثلا في ناس متخصصين فيها قل من تحصلهم من حين لاستخارهم الله ورحمة الله عليهم فهذه من ضمن التحديات وقلت المراجع في بعض المواضيع أيضا المهمة الذي لم يتطرق لها أحد في مواضيع التراث لا توجد مراجع تستند إليها فهذه من ضمن التحديات التي تواجه الباحث في جمع المادة نعم طيب الخطط دخلنا نقول المستقبلية اللي خطط الهيميع في التراث الإماراتي وهل ستكون أيضا هناك إصدارات جديدة لك ولا لا إن شاء الله إن شاء الله في إصدار قريب إن شاء الله خصنا فيه يعني خص برنامج الفجيرة تجمعنا بهذا الإصدار اللي سيارة نور إن شاء الله قريبة نعم ومنطقة الفجيرة والساحة الشرقي بشكل نهام وعن الفلكلور الشعبي يعني الفنون الشعبية بإذن الله تعالى يكون إصدار قريب لي بإذن الله تعالى طيب فيما يخص اليوم إحنا ما تكلمنا عن البحر مع أن نسبة أو نسبة مسافة طول الشواطع عندنا أو الشاطئ في الفجيرة لا تقل خلنا نقول عن 70 كيلو تقريبا فاليوم ما تطرقنا شوي لقصة البحر وشواطئ البحر رغم منها داخل أيضا في تراث الفجيرة وطبيعة الفجيرة الخلابة وهي معروفة أصلا بشواطئها نعم و جبالها اليوم يمكن تحدثنا شوي عن الجبال تطرقنا لها شوي لكن البحر اليوم ماذا عن رحلة البحث أيضا في التراث فيما يتعلق بالشواطئ والبحر سواحل الفجيرة ما شاء الله وشواطئها على امتداد الساحل الشرقي يعني غنية أيضا بالثروات البحرية أيضا بحر الفجيرة غني سواعا من الثروة البحرية التي هي الأسماك وغيرها وأصنافها وانواعها وجودته أنت تتخذني الجودة الجودة السمك في المنطقة الشرقية والساحل الشرقي يختلف عن الجودة في الساحل الغربي إضافة إلى الساحل الشرقي والمناظر الجمالية في من الجبال المرافقة له وأيضا التضاريس والمعالم الطبيعية للمنطقة الشرقية وأيضا سيفة الساحل الشرقي مفنودة شكلا غير على فكرة يا جميع صدقت في هذه الكلمة غير عن السياف التي نشوفها في كافة إمارات الدولة الثانية نعم نعم من فردة بروحها تحس أنها غير نعم من لونها وشكلها بالضبط وأيضا هي بعد تكون علاج طبيعي صحيح علاج طبيعي أيضا نعم يعطيك العافية صراحة على المعلومات حقيقة الجنيلة والمفيدة أكيد لي شخصيا وليسادة المشاهدين أكيد الله يسلم عن جمال وروعة طبيعة إمارة الفجيرة وتراثنا أكيد تراث الإماراتي الجميل اللي نفت خربة واللي بلا شك يعزز من هويتنا وانتماءنا وولاءنا لقادتنا وانتماءنا أيضا لدولتنا الحبيبة أنت اليوم أسعدني بتواجدك أكيد أستاذ جميع سالم الضنحاني الله يسلم باحث في التراث الإماراتي شكرا جزيلا لكسي للفاضل على تواجدك معي اليوم العفو الله يسلم كانت شرفت في حضوري معاكم الله يسلم كربت السلام نعم مشاهدين الكرام ومن الفجيرة وإلى الفجيرة حيث يعتبر نادي الفجيرة للفنون القتالية من أكثر الأندية التي تهتم بتنظيم المعسكرات التدريبية العالمية ومؤخرا نظم النادي معسكرا للتاكواندو بحضور أبطال عالميين ومدربين أولمبيين وعالميين من دول مختلفة هي إيران وهولندا وعمان وكندا وأيضا تركيا بالإضافة إلى منتخب الإمارات للتاكواندو نتابعوا إياكم هذا التقرير للتاكواندو إنه بان أكواندو فتوريا وهذا لماذا ندخل هنا، لأنني أحد يشبتها معي يجب أن يذهب في ثلاثة في صفحة العالم في السعاريهو لذلك يجبن لبطالنا كل شيء نجبن للمشيء من خلال النيفع ولكننا فهي المخلص لنا في فوجايا أنني لذلك فوجايا قد لنا فوجايا وأنني كما يظهر كل شيء نحن نعرف الكثير من المدلسة موسيقى نحن من كندا لقد كانت لدينا جميلة لقد كانت لدينا جميلة لقد كانت لدينا جميلة ولكن أعلم أنه لدينا جميلة لقد كانت لدينا جميلة لقد أحتمやって كبير كبير بمشاركات والموسيقى وهم من مرة قضية والتعوني لأنه لدينا جميلة جميلة وأعلم أنه لدينا جميلة لقد كان لدينا جميلة لقد أنني جميلة الكثير من المشاركة جدا رائعة ومشاركة جدا رائعة ومشاركة جدا رائعة حقيقة الأمر مشاركة جدا رائعة بعدد مشاركين كثير بأكثر من 200 لاعب إحنا كالسلطنة عمان تقريبا شاركنا بعدد 6 إلى 7 بعدد لاعبين تقريبا يفوت 70 إلى 80 لاعب ومشاركة جدا رائعة ومثمرة واحتكاك جميل وأكيد راح يكسب ورح يفيد الكثير من الخبرات لي إلى أطفال المشاركين بإذن الله تعالى نعم مشاهدين أهلا بكم من جديد من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ وذلك حرصا منها على رفع مستوى الوعي لدى رواد الشواطئ فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة اتخاذها أو الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وغيرهم أثناء ممارسة رياضة السباحة والاستمتاع بمرافق شواطئ أبوظبي الجميلة مشاهدين للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة المهندس فرج علي المعيني وهو رئيس قسم التوعية والسلامة بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي أهلا وسهلا فيك أستاذي الفاضل مرحبك يا أخو يا علي مسلم أستاذي بداية يا ريت لو تحدثنا عن تفاصيل الحملة التوعوية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ وأهداف أيضا هذه الحملة أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية بخصوص تطلبات السلامة في الشواطئ وبالتعاون مع شركات الاستراتيجين الهدف من الحملة هو توعية الجمهور ومرتدي الشواطئ بشتراطات البيئة والصحة والسلامة لمنع وقوع الحوادث في الشواطئ ضمنت الحملة على عدة مواضيع لتوعية الجمهور ومنها ضرورة تجنب الإجهاد الحراري والمقاية من شعة الشمس الاحتياطات اللازمة للسباحة مع الأطفال وطرق السباحة الأمنة وإجراءات الاستجابة للطوارئ والإسعافات الأولية في الشواطئ نعم أستاذي هناك بلا شك مجموعة من التدابير والإجراءات المتبعة لنشر الوعي بين الجمهور ولكن السؤال هو ما هي الطرق لنشر هذه المعلومات عند الناس طبعا أخوي علي خلال الحملة ركزنا على استخدام عدة طرق للتوعية بحيث في البداية تم توزيع عدد من المنشورات التوعيوية للجمهور وفيها توضيح الاشتراطات السلامة في الشواطئ ومنها تعليمات السباحة والتعريف بالإعلامة التحذيرية المستخدمة في الشاطئ وأيضا تم إقامة عدد من فعاليات والإنشطة للجمهور بهدف شرح متطلبات السلامة بشكل تفاعلي واللي استهدفنا فيه جميع فعات المجتمع وخصوصا الأطفال والأهالي نعم طيب ماذا عن الجهات أيضا والمؤسسات المتعاونة ومتعاونة معكم أكيد في هذه الحملة ودورها أيضا في إنجاح هذه الحملة شاركوا معنا في الحملة عدد من الشركات الاستراتيجيين ومنهم حيات أبوظبي للدفاع المدني مستشفى أستر ومركز عدم حواد طبي وشركة التمت الرياضية ونشكر لهم جهودهم ومشاركة المفعالة معنا في هذه الحملة نعم مهندس فرأي ياريت نصلت الضوء أيضا معاك على الأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بهذه الحملة وأيضا على الرسالة المراد إيصالها للجمهور طبعا مع بداية موسم الصيف وازدياد عدد مرتدي الشواطي من المهم التزام الزوار بمطالبات السلامة في الشواطي وخاصة ضرورة السباحة في المناطق المخصصة للسباحة وتجنب السباحة بشكل فردي وأيضا ضروري ومهم مراقبة الأطفال وتوفير مستجمات الحماية للأطفال خلال السباحة وضرورة شرب كميات كافية من السواء لتجنب ضربات الشمس خلال الاستمتاع بالشواطئ وفي حال الحاجة إلى أي مساعدة التواصل مع الموقضين أو المسؤولين عن الشواطئ وارغام الطوارئ الموجودة في جميع الشواطئ بوظبي نعم طيب هل لديكم خطط قادمة إن شاء الله لتنفيذ مبادرات أخرى وذلك بتعزيز أيضا السلام على الشواطئ وعلى مرتدي هذه الشواطئ أكيد طبعا حملة السلامة في الشواطئ حملة مستمرة طوال فترة الصيف وتضمن عدد من الزيارات والفعاليات التوعوية بشكل دوري ويتم الإعلان عن هذه المبادرات والفعاليات بشكل مسبق للجمهور من خلال منصات التواصل التابعة البلدية نعم نسأل الله السلامة للجميع أكيد وتمنيات للجميع بالسلامة إن شاء الله يعطيكم ألف عافية طبعا على جهودكم الكبيرة أكيد المهندس فرج علين المعيني رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبربي شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة الله يحفظكم نعم مشاهدينا برعاية شيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي شهدت قاعة البيت متوحد في إمارة أم القوين منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك بمشاركة 170 لاعب تنافسوا في 51 فئة وذلك من تنظيم إتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وبالتعاون أيضا مع دائرة السياحة والآثار بأم القوين يوم السبت الماضي حيث شهدت البطولة تفوقا إماراتيا بارزا في مختلف الفئات العمرية والأوزان نتابعوا ياكم هذا التقرير الحمد لله هذه بطولة عملناها نحن هنا عشان النشاط الرياضي في في أم القوين والبطول الحمد لله لقد صدر ممتاز مع اللاعب ومع المدربين والإداريين كذلك لقد صدر ممتاز مع المنظمين والرعاة النسخ القديمة كانت قبل فترة طويلة جدا بس هذه نسخة جديدة قام فيها الاتحاد بنفسه بإشراف كامل وتنظيم كامل من بطولة العداد بس يمكننا وصلنا تقريبا 150 لاعب على التقادي جميعهم أغلبيتهم من المواطنين دوت الامارات وفي كثير منهم بعد في عدد لا باس فيه من دول عربي وجانب طبعا هذه بطولة مهمة جدا بالنسبة للاتحاد ليش؟ أننا قاعدين نحنا حاليا نضيف لستة أو قائمة اللي بيشارك فيهم في بطولة آسيا غرب آسيا في البحرين عقب كم من أسبوع البطولة هذه بيشارك فيها منتخب مجهز من مجموعة من اللاعب المميزين لهم إنجازات في البطولة هذه البطولات السابقة بس هذه البطولة نحنا حاليا نختار نخبة منهم وأفضل النتائج وأفضل يعني جاهزية لللاعب الحمد لله يعني نحنا أنا واحد صراحة ما كنت متوقع الصدق هذا والنتائج الجميلة هذه مستوى البطولة مستوى جدا جميل اللعيبة جاهزيتهم عالي جدا جدا الحضور كان ممتاز جدا والتنظيم الموقع الإمارة نفسها نشكر الحكومة على أن سمحت لنا قيم بطولة مثل هذه في الإمارة الجميلة وكذلك نشكر من الضمين جميعهم لحضروا معنا وينشطوا البطولة كاملة نشكر جميع الحضور الحضور جميل جدا أنا بصراحة فرحان بهذا الشيء بصعب نعم مشاهدين أهلا بكم الجديد تدعم وزارة شؤون مجلس الوزراء الجهات الحكومية وذلك لتعزيز أدائها وتطوير القدرات القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية كم تعمل وزارة شؤون مجلس الوزراء من خلال برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظها الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاها الله والتي تتمثل في دعم القطاع الحكومي بالدولة وذلك بوصول إلى أفضل الأنظمة ومستويات الأداء والخدمات والنتاج ويحقق البرنامج رؤيته ورسالته من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز وإطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التطويرية والتي تعزز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي مشاهدين الكرام الكثير في مجلس فقرة مجلس الدار مع المشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستيديو الأستاذ عبد الحليم مشنة استشاري الحوكمة والتميز المؤسسي أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الحليم حياك الله أهلا وسهلا الله يعطيك العافية الله يعافيك طبعا تسعى جميع المؤسسات إلى تعميق وترسيخ مفهوم التميز الحكومي أكيد لدى موظفيها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما والسؤال السائد دائما ما هو مفهوم التميز الحكومي التميز الحكومي يهدف إلى تحقيق رضا لكافة أفراد المجتمع وأفراد الجمهور يعني الإمارات هي الدولة الأولى عربيا في مؤشر السعادة العالمي ومن أكثر دول العالم على مستوى العالم في كمان مؤشر السعادة العالمي نتيجة لتطور الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية أصحاب السمو والشيوخ وجهوا أنها تكون ميسرة موجودة على الإنترنت موجودة على التلفونات الذكية هواتفنا كلها نستطيع أن نقدم على العديد من الخدمات ونحصل عليها بكل سهولة وراحة فهذا هو أساس موضوع التميز أنك أنت كجهة حكومية توفر خدماتك بشكل جيد متميز لكافة أفراد المجتمع بشكل سهل توصل لهم تقدم لهم خدمات استباقية بحيث أنك يعني تؤدي لسعادة كافة أفراد المجتمع هذا هو لب الموضوع نعم لب الموضوع طيب أبرز محاورة تميز الحكومي أستاذ عبد الحليم والأهداف التي يسعى أيضا من خلالها لتحقيقها نموذج التميز الحكومي لما أطلق في دولة الإمارات وفي دبي وفي بقية الإمارات كان مبني على نموذج التميز الأوروبي وبعدين نحن الآن لدينا بالإمارات نموذج تميز إماراتي النموذج يقوم على مجموعة ممكنات ونتائج في البداية عندنا لازم يكون قيادة متميزة خطة استراتيجية واضحة موظفين متميزين هدول وأنظمة إدارية كمان متميزة الأنظمة الإدارية بنعني فيها المنهجيات والإجراءات إجراءات العمل وكل ما يخدم أفراد المجتمع نحققه باستراتيجية واضحة وبعدين نموذج التميز بيهتم أيضا بالنتائج يعني لما يكون عندك ممكنات متميزة فهاي تؤدي بالضرورة إلى أنك تقدم نتائج متميزة صحيح أستاذ عبد الحليم دعنا نقف عند الممكنات المتميزة نعم ماذا تقصد بالممكنات المتميزة؟ أقصد أن يكون عندك قيادة متميزة مدراء عارفين شو المطلوب منهم موظفين مناسبين مؤهلين دارسيين يحصلون على التدريب المناسب والمستمر والمستمر عمرك طويل وأيضا إجراءات سهلة وواضحة ودائما يحصل المتعامل على نفس الخدمة ما في تغيرات كبيرة من مرة لمرة يعني في عنا بسموها الاستدامة الخدمة المتميزة يعني مش الواحد اليوم بأخذ خدمة ممتازة بكرة نتيجة تغير موظف نحن نتعامل مع نظام إداري هذه يعني من أهم صفات الممكنات لم يكن جيدا لن يسوء يعني بما يعني ما بيصير أنت أصلا من البديهي ومن الطبيعي أستاذ عبد الحليم أنك أنت وصلت لمرحلة من متطورة من تقديم الخدمات بشكل متميز ومميز سريع سلس فبعد فترة من الزمن أن هذه الخدمة تقل جودتها فأعتقد أنك أنت كل الجهد اللي أنت تعبت عليه والجهد والتعب وهذا كل الأمور هذي راحت أباء منثورة لأنك أنت وصلت لليفل معين لا يجب عليك أن تنزل من هذا الليفل بالعكس بل تصعد إلى أكبر مما أنت وصلت أو أعلى مما وصلت إليه طيب هذا يعني خلنا نقول جانب وجانب آخر اللي هو التفكير الإبداعي أستاذ عبد الحليم كيف يساهم التفكير الإبداعي أيضا وأساليب تقديم حلول غير تقليدية في تميز الحكومي أيضا الإمارات سباقة بهذا المجال اللهم لك الحمد نحن في الإمارات عندنا شهر 2 فبراير كل سنة هو شهر لابتكار أيضا دوائر الحكومة والوزارات على مستوى الدولة كلها معنية بالابتكار واستشراف المستقبل يعني هذول المصطلحين يمكن لن تجدهم في دولة مع بعض إلا بالإمارات الابتكار واستشراف المستقبل في وقت واحد أنك أنت تفكر بالمستقبل وتحاول من اليوم تضع الأساليب والإجراءات عشان توصل للمستقبل أنا شفت في دوائر حكومية مختلفة عندهم دورات مستمرة مثل ما تفضلت قبل قليل للموظفين في مجال الإبداع بيستخدموا أدوات الإبداع مثل العصف الذهني بيستخدموا أدوات مختلفة للإبداع اجتماعات شهرية ودورية لمناقشة التحديات التي تواجه دوائر الحكومية ولإيجاد حلول إبداعية للتحديات فعندنا منهجيات واضحة بمعظم دوائر الحكومة عشان موضوع الإبداع يكون ممارسة على أرض الواقع وليس حبر على ورق بالضبط جميلة هذه الجملة حقيقة اللهم لك الحمد عندنا ناس مفكرين مبدعين أكيد وبالتالي اليوم الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية كبسة زر اليوم أنت تقدر تسوي اللي يعجز عنه الكثيرون حقيقة نعم أو في تأدية أكيد لكن هذا التميز أستاذي الفاضل أنا أتوقع أنه يحتاج أيضا لترسيخ وتعميق مفهوم التميز في عقلية وتفكير الموظف خلنا نقول بما أنه هو المعني بهذا التميز وهو في الجهة الحكومية المعينة أو حتى لو كانت جهة خاصة أيضا فأهمية ترسيخ ثقافة التميز بين دوائر الدولة ومؤسساتها أين تكمن هذه الأهمية أستاذ الفاضل؟ والله برامج التميز على مستوى الدولة وأيضا في كل إمارة فيها فئات التميز الوظيفي يعني الموظف الميداني المتميز الموظف التخصصي المتميز الموظف الإشرافي المتميز كل فئات الوظيفية في إلها معايير للتميز الوظيفي وتعطى دورات تدريبية وتعطى دورات توعوية للموظفين أن كيف أنت في طبيعة عملك سواء إشرافية سواء تخصصية كيف تحقق التميز ويكافأ الموظفين المتميزين بشهادات تقدير وبجوائز مالية هذا بشكل سنوي هذا كله بيخلي حافز للجميع أنهم يسعوا للتميز والمعايير واضحة يعني أنت حاطت معايير واضحة كيف تكون موظف حكومي متميز فإنك تخلي هاي المعايير واضحة عندك مصطرة لقياس أدائك واضحة جدا عندك تقييم الأداء شفاف ويشارك فيه الموظف ويطلع على نتائج الموظفين هذه كلها تساهم في مثل ما تفضلت تعزيز ثقافة التميز على مستوى الموظفين نعم أستاذ عبد الحليم هل يساهم حقيقة التميز الحكومي في توفير أيضا بيئة استثمارية محفزة أم لا هذا أكيد يعني أي مستثمر لما بده سواء يعمل رخصة تجارية أو بده مشروع معين بده سموها وانستوب شوب يعني أنك تروح على مكان واحد تكمل فيه كل المعاملات مش تنتقل من دائرة لدائرة أي مستثمر أو أي شخص فينا يبحث عن سهولة الإجراءات بلا شك أكيد فعندنا يذهب هناك ويشوف أن الإجراءات ميسرة وسهلة بالعكس يستثمر في هذا المكان نعم وإحنا في الإمارات وهذه كمان شيء يعني قليل على مستوى العالم مش على مستوى العالم اللهم بالعربي أنك تستطيع أن تحصل على رخصة تجارية خلال يوم واحد يمكن أقل في بعض الإمارات قد تستطيع أنك في ساعتين في ساعتين ربما أنا كنت أحكي ساعتين بعدين حكيت يوم واحد عشان يعني يكون المرونة أكبر نعم بينما في بعض الأماكن الثانية بجوز بدك ستة شهور أو سنة بالضبط لبينما تخلص الإجراءات تكون بطلت أنت تقول ما أبغي أسوي مشروع خلاص ربما تبطل الفكرة وحتى رأس المال قد تفقد رأس المال ف ينتهي هذا المشروع أو تذكير في هذا المشروع طيب أهمية أيضا تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية وصناع القرار فيما بينهم من جهة من جهة طبعا وبين فئات الجمهور المتنوعة من جهة أخرى أيضا من الأشياء اللي جوائز التميز برامج التميز الحكومية راعتها أن يكون في بعض الفئات هي المبادرات المشتركة يعني بتحصل مثلا البلدية والشرطة وربما إدارة السياحة أو يعرف مجموعة دوائر يتشاركون في مبادرات مجتمعية تهدف إلى تقدم خدمات استباقية وأحيانا أيضا بيكون في تعاون مع حتى شركات القطاع الخاص نعم لتقديم هذه الخدمات الاستباقية للمتعاملين والفكر حقيقة يعني على مستوى القيادات اللي تعاملنا معاهم في الدوائر الحكومية المختلفة أنك تعمل شراكة مع البطاع الخاص تسمع رأي المتعاملين يعني إحنا اليوم أغلب دوائر الحكومة بتحصل المدير العام أحيانا الوزير تستطيع الوصول إله بسهولة من خلال المواقع الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كل هاي الأشياء تتيح أكبر قدر ممكن من مشاركة الجمهور نعم ضيق برأيك أستاذ عبد الحليم ماذا ينقص بعض المؤسسات خلال نقول أو الجهات لنستطيع القول بأنها متميزة حكوميا والله أنا بشوف يعني هي مثل ما حكى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه التميز هو رحلة وليس هدف يعني أنت ما ما بتقدر تقول أنا وصلت لنهاية خط التميز أو الامتياز اللي أحيانا بعض الجهات ربما يعتقدوا أنهم وصلوا لنهاية المطاف في مجال التميز هذا ربما يكون عائق أو ربما يكون سبب من أسباب يعني عدم مواكبتهم للمسرار الموجود نعم يعطيك العافية حقيقة حوار الشيخ من التميز الحكومي أكيد الأستاذ عبد الحليم الشنة استشاري الحوكمة والتميز المؤسسي شكرا جزيلا لك سيد الفاضل على تواجدكم معي اليوم في برنامج العافية شكرا شكرا أهلا بكم من جديد مشاهدين العزاء احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني عشر من الشهر الجاري باليوم العالمي للشباب وحرصا من مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان على دعم وتمكين أعضاء المجلس أطلقت الشابة أريام الكعبي مبادرة برواز الشباب وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز الشخصيات الشبابية المؤثرة والناجحة وذلك من خلال وضع مئة برواز على حائط واحد لصور أهم الشخصيات الشبابية البارزة مشاهدين المزيد في فقرة إماراتنا نعم مشاهدين معنا في الاستيديو الأستاذ مايد الزعابي وهو نائب رئيس مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الآن نهيان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا مرحبا بكم شرفني ومنورني إزاك الله خير الله يسلم الموضوع اليوم عن الشباب ما شاء الله يجبين شاب مع شاب ما أعرف وين هذا لكن يلا مشوني الله إن شاء الله بتمشي الأمور الله يسلم إن شاء الله ويعطيكم العافية وطول في عماركم أنتو وقود المجتمع وقود الدولة أكيد أما للدولة أكيد في كل حاجة أكيد الله يرطيكم العافية بداية طبعا إنهنئكم في مناسبة اليوم العالمي للشباب وكما تعلم أطلقت طبعا مؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان الثقافية والتعليمية مجلس الشباب خلال العام الجاري اللي هو 2023 ما هو أهداف إطلاق هذا المجلس أخي ما عيد هو بطبيعة الحال أولا أحب أن أشكرك وأشكر قناة الفجيرة بالنيابة عني وعن أعضاء المجلس العفو والله يسلم باستضافتنا وإبراز هذا المجلس للناس والشباب الله يسلم طبعا من وهم هذا المجلس ونفس ما أنا أعرف أن دولتنا الرشيدة دائما تسعى وتؤمن بالشباب نعم فلذلك دائما ما نسعى أن الشباب يكونون ظاهرين سواء إعلاميا أو حتى ظهور في مبادرات في مناسبات في أماكن تكثر من حيوية المكان يعني نفسه وتعطي أمل للقادم والأجيال للقادمة إن شاء الله دائما وآبد من الأشياء التي نحن نعوي أن نسويها إن شاء الله في المؤسسة لأن بإذن الله بنسوي كثر ما نقدر مبادرات وأيضا ورشات لتطوير الشباب وأيضا عدنا دعم دعم من الحكومة الرشيدة الحمد لله الله يحبه في أن نظهر الشباب إعلاميا ونعرف المنطقة المحلية والدولية من هم شباب الإمارات أكيد وتمكنهم أيضا ما يتمكنهم تسقل مهاراتهم تساعدهم في إبداعاتهم أكيد بلا شك هذا الدعم من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها أكيد طيب ما شاء الله أطلقته مبادرة جميلة صراحة أنا أشوف فكرتها جدا جميلة وطبعا نشكر الأخت أريام الكعبي من منبر الفجيرة تجمعنا على هذه الفكرة الجميلة حقيقة اللي أول مرة أنا أسمع فيها عجبتني جدا اللي هي برواز الشواب بجهود حثيثة من أعضاء المجلس وطبعا نبغي تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة أنا اليوم يعني آريت حتى كانت مشرفتني الأستاذة أريام ولكن إن شاء الله راح تكون هناك مقابلة بإذن الله إن شاء الله طبعا المبادرة كانت أننا بحثنا عن معظم الشباب اللي موجودين في الدولة واللي لهم إنجازات رائدة ما شاء الله في كل المجالات ولهم مهارات وحاولنا أن نكرمهم أو نعطيهم مثل شيء أن يفتخرون بأنفسهم فيه فقررنا أننا نقسم العمل على طريق العمل ونبدأ هذه المبادرة الجميلة نفس ما قلت أنت تفضل والحمد لله الله عاننا وكانت الحمد لله مبادرة ناجحة هذه الغاية علقنا صورهم وكنا في كل سعادة نحن جميلة جميلة لنا المبادرة من شباب لشباب والله حقيقة أنا قاعد أفكر جميلة جداً أنك أنت تعلم على حائط واحد صور شباب يعني ما شاء الله مبدعين مفكرين يعني حلوة حلوة تقدير كبير حقيقة لهذا الشباب و أنا قبل شيء كنت أتمنى أن أريام تكون عندنا والله عطاني مثل ما أبا ولكن مش في السيد ولكن من خلال الهاتف أكيد مكملين وياك مايد ولكن بالروح للمداخلة الهاتفية من جميلة الجميلة أريام الكعبي صاحبة المبادرة الجميلة والفكرة الجميلة أكيد وهي مؤسس مبادرة برواز الشباب أهلا وسائل نفيت أستاذ أريام أهلا من صائد خير أخوي يا مرحبا بيت طبعا بداية أنا أشكرت على هذه الفكرة والمبادرة الجميلة حقيقة فيريت أيضا تخبرين عن فكرة مبادرة برواز أنا سمعتها من مايد ولكن نبنى أخذها من صاحبة هذه الفكرة أكيد الله يصدك وشيخوي وشكرا على استضافتكم اليوم لفريق أعمال برواز الشباب طبعا فكرة مبادرة برواز الشباب تأتي بانطلاق فعليات اليوم العالمي للشباب وبدعم من مجلس مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آن الهيان كوني مسؤولة المبادرة اليوم حاب أتكلم عن فكرة المبادرة وكيف أطلقناها وشو المغزى منها طبعا مبادرة أمية برواز للشباب تكرم أمية شاب وشابة رواد أعمال وموهوبين وليمتركون مهات عديدة اليوم احنا كشباب الإمارات حابين نلقل هذه الصورة للعالم بأن برواز الشباب يكسر الرقم القياسي بأمية شخصية تم اختيارها من الشباب وإلى الشباب بمعنى بمعنى اليوم كلمة من الشباب وإلى الشباب تحدث أثر كبير ووسيع على النطاق العالمي كجهود شبابية ما شاء الله عليك يعني أريام كيف قدرتي في بحث وتجميع مية برواز لصور الشباب خلال فقط أسبوع واحد خلال أسبوع واحد تم اختيار أمية شخصية من المجتمع الإماراتي وشخصية وحدة من المملكة البحرين طبعا تم اختيارهم من خلال مهاراتهم مواهبهم مشاريعهم الإنجازية ومبادراتهم المجتمعية منهم كانوا أعضاء مجالس ومنهم كانوا مؤسسين مشاريع ومنهم كانوا يمتلكون مهارات ومواهب وقدرات وهذا هو الدعم اليوم إحنا عندما نتكلم عن مجهود الشباب نتكلم عن فكرة تطلع من الشباب وإلى الشباب ومنطق شبابي وفكر شبابي هذا هو اللي تعلمنا من حكومتنا الرشيدة نعم الله يحافظها ويطول أعمارها أكيد طيب أريان برأيك كيف رأت هذه المساهمة المساهمة المبادرة بتعريف الناس أيضا على مبادرات هؤلاء الشباب وإسهاماتهم أيضا طبعا اليوم لو بنتكلم عن إسهامات الشباب خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشوف أن الشباب مخوين 70% من خنقول انطلاق المبادرات والبرامج بقيادة الشباب وطبعا أميات برواز أميات شخصية تم اختيارها لبرواز الشباب كان لها بصمة إيجابية للمجتمع اليوم احنا كشباب قدرنا نكسر رقم القياس بأميات شخصية باتر ان شاء الله أجيال المستقبل بيقتدون في مبادرات أميات برواز وبيكسرون خمسمائة برواز ليش لا فاليوم نحنا دعونا كشباب أن نرسل رسالة لجيل المستقبل بأننا قادرين نشتغل على مبادرات لها خنقول نطاق ومخرجات إيجابية لمستقبل الأجار القادمة نعم بإذن الله شكرا جزيلا على هذه المبادرة أكيد الأستاذ أريام الكعبي مؤسس مبادرة برواز الشباب شكرا أيضا على هذه المداخلة شكرا يعطيك العافية طبعا راجعين الأخونا مايد أكيد مايد فيما يخص أيضا نجاحات الشباب في مختلف المجالات شو المجالات اللي استطاع الشباب فعلا تحقيق التأثير المطلوب فيها أنا أرى أن الشباب الإمارات شباب موهوب للغاية الصراحة ما أقدر أذكر لك شو هي المقطاعات من كثرها ما شاء الله كل يوم يطلع لنا شاب جديد بطاقة جديدة في مكان جديد ونتعرف عليه ونعرفه سواء كان في مؤتمر أو في مكان معين ونكتشف أن الشباب ما لهم حدود فإذا قلنا قطاع قطاعين بنظلم الشباب الشباب مفعم أدنا الحمد لله في الدولة وهذا بسبب دعم القيادة لنا وتسهيل هذا الشي لنا نحن صار أدنا الكثير من المجالس الشبابية في الدولة والكثير من المبادرات والحمد لله أننا نقدرنا أننا نفتتح مجلسنا إن شاء الله اللي بيكون داعم لشباب العين وداعم لشباب الإمارات بشكل نعم يعطيكم العافية كل الأمنيات حقيقة بالتوفيق لكم في مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان أنا سعد جدا بيتواجدكم معي الأستاذ مايد الزعابي نائب رئيس مجلس الشباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان شكرا جزيلا أتمنى إن شاء الله تكون لقاءات أخرى تجمعني وعلى هذا الممبر أكيد إن شاء الله شكرا شكرا نعم مشاهدين الكرام وصلنا معكم لختام هذه الحلقة على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أخوكم علي اليماحي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير شكرا